شارك الألاف في مسيرات خرجت في مدن بشتى أنحاء كولومبيا احتجاجا على مقتل المئات من دعاة حقوق الإنسان في عنف لم تتمكن السلطات من القضاء عليه رغم اتفاق سلام أبرمته مع المتمردين الماركسيين في 2016 وأثار قتل النشطاء الذي يلقى باللوم فيه على جماعات مسلحة مختلفة انتقادات متزايدة من المجتمع الدولي رغم إصرار الرئيس إيفان دوكي على أن حالات القتل تراجعت منذ توليه الرئاسة قبل عام تقريبا وهناك تباين واسع في تقديرات عدد النشطاء الذين قتلوا إذ يقول محقق الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان إن العدد بلغ 486 قتيلا منذ بداية عام 2016 وحتى منتصف عام 2019 بينما يقول مكتب النائب العام إن العدد لا يزيد عن 292 حسناً جميلات س leave u حسناً عدد اني حسناً 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 ك lumière فو حسناً 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 حسناً